يا جماعة لا تقولوا ان شاء الله بالدعاء يعني لا تقول اللهم ارحمني ان شئت اللهم اي شئت اعطني لازم تعزم المسألة قول اللهم ارحمني فان الله لا مستكرها له هيك النبي علمنا في صحيح البخاري وبغير امور العبادة لا تقول ان شاء الله على شي عملته مثلا لما انت اكلت وخلصت اكل لا تقول انا اكلت ان شاء الله لانه اشاء الله وانت اكلت وخلص قول إن شاء الله على الشيء اللي بدك تعمله مثلا إن شاء الله بكرة رح أسافر قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله في مسألة أي حدا قال والله ما رح أفعل إن شاء الله أفعل ما علي كفارة لأنه علق اليمين بالمشيئة إنسان قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وأراد بالمشيئة التعليق ما يقع طلاقه وهذا قول الحنفية والشافعية وأبن المنذر وأبن تيمية وأبن القيم والشوكاني هذا والله أعلم سلام عليكم